السلام عليكم اشتقتكم كثير من الفيديو الماضي اليوم احبيه راح نعمل الدجاج بطريقة مميزة بطريقة رائعة جدا راح نعملهم بالحليب انا طبعا غسلتهم كثير منيح فركتهم بالدقيق الابيض وبالملح ومع شوي من الخل لحتى صاروا مثل الفل وهلا بدي باشر بطريقة التحضير هون على جناب عندي الصينية الخاصة اللي بدنا نحطها على النار راح نحط عليها افخاد الدجاج بهيدا الشكل منصفهم بطريقة هيك حلوة احبي اذا كنتم من المتابعين الجدو اول مرة بتدخلوا لعندي على القناة والمحتوى حبيتوا حبيتوا هيدا الفيديو بالاخاص وحبي نوصلكم كل جديد نزلوا هلا على تحت لاسفل الفيديو كبسوا اشتراك او سبسكرايب فعلوا الجرس كبسوا على كلمة الكل بهيدا الطريقة بتكونوا انضميتوا لعيلة ما الكبيرة ويا اهلا وسهلا فيكن واكيد اكيد هيوصلكم مني بكل الاشعارات وكل جديد هون بعد ما صفينيهون متل ما شايفين راح نجيب الحليب بالنسبة للحليب انا بحاجة لكوبان ونص من الحليب طبعا حسب الكمية اللي معي اذا ما عنكن الحليب الطازة فيكم بكل بساطة هتستخدموا الحليب البودرة لكل كباية ماي بنحط له ثلاث معالق من الحليب البودرة هلأ راح نحط التوابل بالنسبة للتوابل احبقي انا ما بدي حط ملح بالمرة الملح راح يقسي معي التجاج لذلك الملح راح حطه اخر الشي راح نحط بودرة التوم بالاضافة ايضا راح حط الكاري الحار البهار الكاري الحاري بيعطي نكهة جدا رايعة وراح نحرقهم بهيدا الشكل نقلبهم كلهم للبهارات مع بعضهم لحتى ما يتجمعوا بمي لي واحدة هلأ راح نشيلهم ونحطهم على النار هون احباقي متل ما شايفين بلش يغلي عند الحليب مجرد ما يغلي عند الحليب منخفف النار ونتركهم يسطو على مهنون ما بياخدوا وقت بالمرة آآ الحليب بسرعة بيخلي معنا التجاج يستوي بطريقة كتير سريعة فمتل ما شايفين انا عم دخل الشوكة بقلبهم لحتى يسطو بطريقة كتير سريعة على جناب عندي كوبين من الطحين او الضفيق الابيض هيدا اول كوب وهيدا الكوب الثاني انا استخدمت كوبين من الطحين فرح استخدم ومقابيلون كوب كامل متل ما شايفين من الكعك المطحون او البقسمات المطحون عندي هون البهارات عندي البابريكا الحمرة عندي الكاري عندي قرفة عندي سكر نص ملعة من السكر عندي عقدي سفرة عندي كمون وعندي الملح اذا بتحبوا تحطوا الفلفل الاسود حطوه بس هيدول الطوابل رائعين طعمتهم تاخد العقل وقت ينحطوا طبعا مع الحليب والتجاج رح نعطيهم كلياتهم تقليدية بيقلب بعض بهيدا الشكل فيكم كمان تزيدوا طوابل اذا بتحبوا البهار الابياد اي طوابل موجودة عندكم حتى اذا عندكم ابهارات للتجاج الخاصة كمان فيكم تضيفوهم بالنهاية رح نوصل لنتيجة انه الاتجاج عندنا لذيذ جدا من رائع على جناب رح جيب بيض تام مع الصفار متل ما شايفين وهي البيضة التانية ملعة ملعة الطعام من الخل الابيض رح نعطيهم تقليبي بالاضافة رح ننزل ملح ورح اعطيهم تقليبي كليتهم بقلب بعض لحتى ينخفق كتير مليح يعني اليوم رح ندلع للتجاج ورح نعملهم بيتة بيلي رائعة هون يزدنا نصف كوب من الحليب نخلطهم كتير مليح متل ما شايفين وهلأ احباقي بهيدا الوقت الدجاج عند استوى وشلته حطيته على جنب لحتى يبرده هون جهزت غراضي متل ما شايفين جهزت لطحين اه والتواب اللي انا حطيتهم فيهم مع البوكسومات رح نجيب للتجاج بعد ما برد شوي صغيرة يعني لقدر اتحملوا بقيتة منغطوا بالبيض بهيدا الشكل مع الخل والحليب ومنشيله مباشرة ونحطوا ليكو سمالة كيف مستوي مش مستوي لدرجة انه ما هترلع انه مستوي تقريبا اه نصف سلقة منحطوا هيك بنرجع منرده على البيض الجديد لنعمل طبقتين نقرم شي غير شكل في ناس بحطوا النشا بهاي دي المرحلة ما بنحط النشا النشا رح ييبس معنى القرمشة من بره هتصير يبسة ومنها طيبة بهاي دي الطريقة هتقرمش معنا وحتكون كتير طيبة ومنها مؤزية وقت نكلها مؤزية يعني هيك تقرش يعني الوقت نحط النشا في ناس طبعا بحطوا النشا بتنقرش معه تتبيه لوقت القلي بس بتكون هيك مؤزية يعني بتكسر تكسير فنحنا ما بدنا نوصل لهيد المرحلة نحنا بدنا اياها تقرمش بنفس الوقت تعطينا تناكهة كتير رائعة وانا بنصحكم بهيد الطريقة هوني احبقي متل ما شايفين انا عم ردهم لعملهم وبردهم للضيد طبعا ازا بتحبوا تعملوك ثلاث اربع طبقات بتقدروا تعملوها بكل بساطة فبتصير معكن اه بصير معكن فخد الجيش كتير كبير وتصير معكن القرمشة كمان كتير هيكي فيها طبقة كتير كبيرة هوني راح نعمل كزا اطعا حتى طبعا الوقت اه نسرع شوي بالوقت بهايدا الشكل هلأ في ناس ممكن يسألوني جمانا بنقدر نحطهم بالفرن انا عم تقدروا تحطوهم بالفرن بس هيدي الوصفة للقلي يعني خلقت للقلي ازا حطيتوهم بالفرن راح يعطونا طبقة آآ سميكة ناشفة يعني مانا كتير طيبة فهيدي الوصفة لاشو للقلي الا طبعا ازا حطيتو القليل جدا من الزيت ودخلتوها الى الفرن لايكوا هيدي الطبقة متل ما شايفين انا بس بيفجيكم من الداخل حمينا الزيت وبشرنا بوضع ورقة الججاج او فخد الججاج بقلب الزيت بسم الله الرحمن الرحيم كيما شايفين ما يكو اسم الله عفكرة هنو هيك هيك بتحسوهم غير شكل كيف وقت هلأ يطلعوا من الزيت لونهم هيكون غير شكل بياخد العقل شكلهم هيكون بيجنن من غير مبالغة ريحة التوابل مع الحليب شي بياخد العقل رائعين يعني بدي خلصهم لحتى اتدوعهم قد ما ريحتهم بتشهد يعني مفروض تكون ريحتهم بتشهد وليزم توصل لاخر الشارع لعند الجيران اصلا نوصل لتفريحة لانو ضلعنا هن كتير اليوم للجاجات بتعرفوا توابل وبيض وهيك قصص فضلعوا زيادة عن اللزوم فمفروض انو ناخد مكهة كتير طيب انتو هون بلشت بلشوا يعطوا الطبقة اللي نحنا عم ندور عليها طبقة القرمشة افكرة هاي دي اكتر المطاعن بيتبعوها فبنصحكم نتجربوها احباقي آآ سلق للجاج بالحليب طريقة كتير رائعة نكهة جدا مميزة طريقة جديدة لحتى تعملوها بلصحكم نتجربوها ليكل جمال يعني لحاله عم بعيط عم بعيطنا بيقولوا تعد دوقوني قد ما شكلوا هايك بياخد العقل شو بتكون للجاج طيب بس اهم شي طبعا نعمل قد بيلي تكون غير شكل ورائعة واكيد للجاج طيب بالبيت ما بنصح ابدا ينشره من المطاعم لانه طبعا ما معروفك في معمول بالبيت بعنا ضافي معمول بطريقة صحية معمول معروف نحنا شو عم نحط بوقت نشتريهم ما بعرف شو يكون محطوب فيهم فوفضل طبعا انتو تعملوهم بالبيت على ايدكم بتاكلوا شي طيب بتاكلوا شي معروف شو محطوب بقلوق لايكوا الجمال لايكو انا متاكد كتير من الناس حيحبوا الفيديو بتمنى احباي ازا حبيتوا هيدا الفيديو بتعملوا لايك كتير كبير للفيديو وكمان اعملولو شير اكيد رح تعملولو شير لانه حبيتوا الفيديو لحتى يوصل لاكبر عدد من الناس والكل يستفيد لوين رايحين بعد ما خلصنا بعد نطركوا شي كتير روعة باخر الفيديو وهيدا النتيجة النهائية احباقي ما شاء الله رائعين شاكتلون بياخد العقل ريحتهم بتشق القلب لايكوا الجمال واكيد انا بحبهم مع الكاتشاب لذلك رح نحق الكاتشاب ورح نتدوقهم انا بحبكم كتير رح اشتقلكم للفيديو القادم بوسات كتير كبيرة للكل بحبكم بحبكم الى اللقاء الله الله عزمان اشتركوا في القناة